عايز مصلحة. عايز شريكو يقدم عدو زار ويصلحو. طيب خطره. العلان. نفسه يبعد. نفسه يسيب العلاقة كلها وينش. نفسه يبعد. لا هو ازع علان جامد. ازع علان جامد. عايز يمشي. شايف شريكو ازاي? ده تغيير مكان. تغيير بيئة. سفر. اما مسافر الشريك اما يكون مسافر. اما يكون. يا اما هو بيسافر كتير. او هو مسافر بالفعل. او يكون. اوكي. او يكون بيبعد عنك. يعني هو بيعمل حاجة بعيدة عنك. انت مبقتش بيته. انت مبقتش مكينة. فغير البيئة بتاعته. فبعيد. شايفت الطاقة ما بينكم. فيها اخناق كتير يا جماعة. اخناق كتير. كتير مستمر. يعني تخلصوا من اخناها تخش في اخناقها جديدة. تخلصوا من اخناها تخشوا من اخناقها جديدة. اخناها مبقتش. الشريك عايز ايه? عايز مغامرة. عايز. عايز فرفشعة يعني. لا عايز نكد ولا عايز زعل ويقعد يصالح ويدادي او لا 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 انا مش عايز الجودة. بص ده عامل ازاي واخد شمطته وطلع البحر. اه ولا تدماره اصل. شفتوا بقى الفرق? عايز ايه? عايز يجمع بين شخصين. انا اسفة جدا بس ده اللي انا شايفه. شايفك ازاي? شايفك زي ما انا شوفنا في القراية العامة بتاعتك. ام. هادي متزن بتتعبد كتير او انك انت فوضت امرك لله وفي حالة استسلام. خلاص. عارب? فوضت امرك لله. انا شايفة عملية اصلاحات بتحصل؟ مش عطا من ان يتارك ما اعتقدش انك انت يا تور. بس يمكن تكون على ائل فهم بتعمر اللي عليك. يعني بتعمل عليك وخلاص. بحيس انك ايه? ان العلاقة ما تنهارش كليا. اه فدي طريقتك بالصرح. بس انا ما اعتقدش ان طاقتك فيها اي حاجة انك انك انت تعمل حاجة زيادة عن كده. انت اكيد بتعمل اللي عليك وخلاص. اللي هو بس عشان ايه? تبقى سديت الصغرات دي. بعدين انا شايفة انها هيبقى في حكم منكم. حد حيلي يفكم منكم. اه ويعقلكو بقى حيعقلكو شوي. شايفة بعد كده اختيار. اوكي? كيف مريد اختيار? يعني اللي هو ايه? اختيار اختيار. هو يديدة اختار. وبعدين شايفة مشاعر جديدة. مشاعر حب جديدة خالص حتتولد. شايفين ايد ربنا تمد بتاين. تعالوا انا هنقصك. هتحس بقى بحب تاني لشريكك. شريكك هيحس بحب لك تاني. انتو الاثنين هتحبوا وعارفين لما تكون كأنكو بتحبوا بعد الاول والديد. الحب في اول وفي اول علاقة الخالص. اللي بيبقى يعني كوكو خالص كيوت قوي ده. حاجة كده. وفي حالات معينة ممكن يكون فيها حمل. الكارت ده بياخد المعنين دون. مشاعر جديدة حلوة جدا. قوية جدا. آآ صدقة جدا جدا. آآ او موليد جديد. فبصوا هي الدنيا كتعاملة ازاي? بس آآ آآ تتحول. كل حاجة بتتغير. اده بس الموضوع وقت. انا حاسة بيك يا تور وحاسة بالقلم اللي انت فيه. انت عز علان ومحتاج تردية. تردية وآآ ورد اعتبار. عايز تبعد تسيب العلاقة كلها وتمشي خلاص. ما بقتش قادر شايف شريكك. اما مسافر او بيسافر كتير او بيبعد عنك غير بيته وانه هو ما بقاش بيتك. انت ما بقتش بيته. اقصد. طاقة ما بينكم فيها اخناء كتير واطراف كتير. مش بس اخناء كتير. لأ ده فيه ناس كتير. فيه شارع ملموم وناس بقى كل واحد بقى عمال يلدي رأيه والدنيا والعمل. شريكك عايز يعني معنى ما يغو خالص مش عايز مش عايز ازعاج. نرجو عدم ازعاج. وعايز علاقة سلسية يجمع ما بين شخصين. آآ شايفك ازاي مستكيم آآ طاقة بيعت قصدي طاقة آآ طاقة روحانية. حاجة كية روحانية. اما بتتعبد كتير او بتتأمل كتير. او انا شايفها انت قوضت امرت يا ربنا خلاص وايه. واستسلمت. صح برابو. بشكرك يا موني جدا. اللي انا شايفة اللي هيحصل كالاتي فيه عملية اصلاح هتفيه تحصل. والفكر دي هتبقى من الكبار. من بعدين هيبقى فيه اختيار. اختار يا دي دي. وبعدين مشاعر جديدة هتتولد بين الطور وشريكو. مشاعر جديدة كأنه حب جديد. ان شاء الله. وعافى الله عم سلم. آآ بص مشتنا متاعي. حاببتي يا نور. انت جميلة. ان شاء الله هترجع البعض بإذن الله يا ماريا ان شاء الله. طيب انا انا عايز بص على حاجة بس. ياسميها ام مش هارف اسمع البويس دلوقتي اما خلص هاسمعها. بس الدنيا تمام؟ تانتيو يا راندا. طيب يا زلوة. على حسب تاريخ ملالك خببتي انا بقول التواريخ قبل ما يعني في كل مجموعة بقول التواريخ بتاعتها ايه؟ آآ طيب. يعني يا جماعة الجروب بتاع الصفر دا العظيم وشاركي بالله كتير قوي نهارده. رحوم مسيح حاببتي قوي. مسيح قلني جدا جدا. باشكرك يا مالك. آآ يا غاليا ده يا سادك حاضر والله حنقول يا سامح من عنايا لكينة. اوكي. باشكرك يا سونيا قوي قوي قوي. لا يا بنتي والله خالص بالعكس. لاي صح انا فوضت امري باشي. خويس جدا والله يعني انتي يعني هتفوض. مين احسن من انه تفوضي امر كليل? هو هيضبر لك كل امورك. ارمي بس احمولك عليه مانكيش دعا. انا هم نفسي كده. معلش هتتزبط تتزبط ان شاء الله وكل هتكون. اوكي. تعالوا نشوف بقى مرحلة التالتة اللي هقول تاريخها دلوقتي من الموضوع اللي اللي لسه مش عارفينه موضوع المرحلة دي. المرحلة التالتة بتاعت آآ برج التور بتبتدي من عشرة لحد عشرين مايو. تعالوا نشوف حالته العامة. اخبارها ايه? وانا بحبك قوي يوم عبدالله. بحبك قوي scatteredد. يوم يومıldı اشتركوا في القناة بصوا يا بورج التور اللي داخل مشروع وهيبتدي مشروع جديد اي حاجة فيها استثمار في القناة او اي حاجة من الحاجات دي اي حاجة من الحاجات دي اجلها شوية في هنا طاقة ان هو حاجة انت حتت اساسها وحتتدي تكمل عليها واضح انها حاجة تخص الفلوس لاني فلوس يعني في خسارة ملصق لها ارجوك لو بتابن اي حاجة فيها استثمار او فيها فلوس وقف دلوقتي استنى استنى الشعر الجاي على اقل يعني والله اعلم نايت اوف كوبس احسيره من ساية هنا عند الطور نايت اوف كوبس ايوه حبيب زريف بتهتم كلامك حل واديني عندك زريفة والمجموعة تلقى قامدنا دا ستار النجم اه الموضوع ما يخليهاش برضو من شوية حيرة بس مش حطول يعني حيرة في القسير كده يعني مجرد اه مش بتفكر في الموضوع نفسه في صورب الموضوع لأ شوية رطوش كده حواليه عمل دا دلوقتي ولا استمنى شوية بس شكلك واخد قرار قدامي عيلة بديدة اهو 10 of pentacles عيلة بديدة للناس الليسة مرتبطوش بالنسبة للأستاذ الرومانسي دا الفارس دا اللي راح يتقدم شكله والعكس للبنت اللي جاي بيتقدم لها شايف قدامي اتمام للمراسم دي بإذن الله وابداية عيلة دي الناس اللي متجوزين قرار دي فهو بيتهم عاملة كده بالزبط ابو وام اه واقفين جابا بعض مع بعض وولاد بيلعبوا والشمس طلعوا واخداروا حاجة حلوة قوي قوي ما شاء الله طاقة حلوة جدا جدا طاقة الأسرية عند الطور في المرحلة دي شكلها كويس قوي ما شاء الله الامبراطور برضو طالع عند الطور هنا اه حاسس بقوة وحس ان هو بقى عنده اه اه قوة وثبات كافي ان هو اللي يرسم الخطوط هو اللي يقول ايه اللي يتعمل و ايه اللي ما يتعملش بو ناس قل صلبه قوي ما بيتهمش ان شاء الله اللي حصل وقعت عليه الخسارة دي خلاص فلنفرض انها وقعت بالفعل او مش ما ينفعش تجنبها في بعدها ان شاء الله تعويض سريع اه تعويض مادي يعني الحمد لله الحلل مادي حتتعود الخسارة حتتعود بسرعة ان شاء الله بس هنا فيه انا شايفة برضو طاقة خوف واضح ان التور كله بيعاني من مشكلة في النوم مش لازم يكون خايف من حاجة التور بس هو النوم عنده مش متزبط يعني هو فيه ابراج معينة فيه فعنا في اوقات من السنة اليوم النوم عندهم بيلوز مش لازم يكونوا متوترين مش لازم يكونوا يفكروا في حاجة بس انهم عندهم بيقى مش زرير بس متى لوش دي لو مفيش سبب يعني للقلق اللي بيصحيكم من النوم ده ان شاء الله هتعدي وتروح لوحدها فيه كمان قوة برضو عمال تاخد قرارات بعقلك مش عارفة ليه العيدة السعيدة دي اهي شكلها هيحصل عمدها شوية مشاكل او لخبطة اه المثور هيبتدي يفكر بعقلي بس في العلاقة مش اللي اتنين نونو نونو بس عقله بس هياخد قرار صعب بس ارجوك وانت بتاخد القرار الصعب دا يا تور يبقى زهنة في صافي ما تاخدوش بانفعال وانت في وقت انفعال لان في حاجة هيترطب عليها انت بتاخد قرارات اه انا شايفة اما ان هو بتاخد بتاخد شريكك وتبعده عن المشاكل مشاكل يعني هي براكو براكو برا العلاقة مشاكل عندكو فانت بتاخده وبتبعده تروح مكان اكتر هدوء او انت اللي بتمشي الواحدة اكتر قررت ان انت انا مش بقى انا خلاص انا المشاكل دي انا مش قدها ومش عايزها وفعلا اه بيشد رحيب رايح عايز يروح لمكان اكسر هدوء يعني مش حاسة بتقطب شوية فراء تحسدت ولا ايه لسه بقول عيلة عيلة حلوة وعيلة منطرفة حاجة شكلها حلو جدا الله اعلم الموضوع مش عزين ينطبق على كل الناس يعني الناس اللي الحالة عندهم العطفية كويسة الاسرية عشان دور عيلة خلاص الاسرية عندهم كويسة خلاص الفكر الدنيا عندكو تماما الناس اللي عندهم لخبطة الثورة الحالة دي عمال يبتدي يفكر بعقله زي ما قلنا ومنح يقلبه خالص وعمال يحسبها يعني واحد 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 وقرر انه حيبدا عن المشاكل دي كلها ويديها ظهره باي انا ماشي طيب حلوخص القرية بسرعة الناس اللي دخل على بزنس او عايزين يعملوا اه اي استثمار مهما كان صغير او كبير في خسارة جاية الشهر ده والله اعلم يارب ما تيجي ابدا يعني ياريتها تيجي بخسارة مادية بس تجنب اي استثمارات او اي حاجة فيها في لص الفترة دي في حالة رومانسية بتحصل للناس الناس السترينجل الناس السترينجل اللي لسه ما تجوزوش في حد بيأبروتش يعني رايح وبيعرض عرض وشكل ان شاء الله حيتقبل وبداية عيلة جديدة فهو من ناحي مشاعره خالص 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 وهو بياخد القرار ده وابتدى فعلا ياخد قرارات وقرر بالفعل ان هو يا بادي طيب تعالوا نشوف بقى الناس اللي في علاقة بالفعل اخبارهم ايه عطفية طيب ماتة حبيبي بيبقى لاش حرام عنيكي والكلام ده والله يبصي انا اللايب لازم يمشي بالسيستم اللي المحطوض احنا دلوقتي فاضلنا قرية العطفية بتاع في المجموعة التالتة وحناخد القرية المالجانية اللي خزبت معنا النهاردة وبعدين هنسحب قرارة فان شاء الله اسحب لك فليز يا لولا خد من معنى معنى استباعي اكتبي حبيبتي برجك وكتبي اسمك واسمك واسمك مفيش مشكلة يا دينا لو بتنطبق عليكي الاولى يبقى هي دي حبيبتي قرائتك انا مقسناهم علشان ناخد اكبر عدد من الحالات الممكن مش ممكن اراية واحدة هتنطبق علي برج الاكمل ومستحيل عشان ده انا قسمتها تلاتة في الاغلب بتنطبق علي حسب التاريخ علي حسب البرج بس مش شرط لو الاولى انطبقت معاكي اكتر اللي بهاية دي بتاعتك انا شايتها يا سامح ان في كل المشكلة في المرحلة الاولى والتانية نهاية القراءة بتبقى قدمني هتتعدل بإذن الله هتتعدل قرائت ديباني انتو بس تفقلوا تفقلوا خير اعتبروا ان اللي انتو عايزينه حصل خلاص يعني حط في جماعتك كده ايا كان اللي انت مستنيه ان هو يتزدك احسس نفسك اقنع نفسك ان هو حصل بالفعل حصل خلاص اجذب الطاقة ليك فاهم قصدي خانون جذبه والله العظيم صح وانا مجرباك نفسي بشكرك يا احمد جدا جدا طبق اسحبي لي كارت اتمنى على ولدتك عاوزة تفكر سؤال اسمع عايزة تتمنى على ولدتك حبيبتي طبعا اكيد بشكرك يا دودي طب حبيبتي ممكن برجها يعني اذا معتلي برجها لولي لولا قصدي دودي يا لأ مش دودي اسمها ايه اسماء اسماء عامر ممكن تاخلي من سؤالها اللي هتسأل تتمنى على ممتها هي ناقصها البرجرس واسحب لها كارت تحاضر معناية لاثنين طيب يلا نشوف بقى حالة العاطفية ايه اللهم اجعلوا خير يا رب اللهم اجعلوا خيروا على ممتها طيب عايز اقولكو ان الطاقة مش حلوة خالص طاقة حزن والم بسم الله الله الرحمن الرحيم كده حزن وقبل بس ما تقلقوش الدنيا نساء الله هتبقى كويه الطور شايف ان العلاقة مش مش سابتة يعني هي كل شوية بحالي اللي هو ايه ترقص كده شوية حس انها علاقة كويه شوية حس انها علاقة ضعيفة جدا اقل حاجة ممكن تطيعها نفس العلاقة دي تقوى كده وتثبت على رجليها كده وتبقى علاقة زي زي الناس كيجورفانسيكلز يمكن تكون في مشكلة مادية عند الطور لو ما هيش مشكلة مادية فشيك الطور في المرحلة دي بخيل عليه جدا مش بدي هالي ممكن تكون اهتمام او مشاعر وممكن تكون اه مادة فعلا فلوس فعلا دخيل عليه جدا الطور شايف شريكه ازاي شايف ان هو فيه ناس بتأثر عليه يعني مش هو اللي بيفكر اه فيه ناس هي اللي بتفكره وهو بتأثر بيهم جامل شريكك بقى عايز ايه اه انا شايفة ان شريكك عارفين عارف مين اللي هو اه متقمس دور الضحية عايز تقمس دور الضحية اللي هو انا انا يعني انا شمعة احترق من قل الاخرين طفين يا سيد اه مش مش عارفة يعني هو ده وقال ليه دخل نفسه في الحتة دي يعني بس يمكن يكون حاجة انت بشاخت بالك منها يطول يمكن يكون فعلا هو مضحي بشيء بس انت بشاخت بالك اه نفسه برضي بتوازن في العلاقة شايفك ازاي شايفك تتمر بمواقب صعب ده مواقب صعب اما انه انت شخص متدين جدا او قربت من ربنا جدا بالفترة الاخيرة ابتديت تتدين جدا وتتعبد كتير 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 تبتدي يشوفك بالصورة دي اه ايساب لو كانت المشكلة مشكلة مادة عند التور وشريكه هي تعلم فلوس اوكي ابشر يا طايمور ايد ربنا وباب رزدي اه 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 لو كانت ازمة مشاعر و ازمة اهتمام والحاجات بتاعتنا دي فهو برضو دي اجابة نفس السؤال اه اه يعني كده رشت طاقة تزيك الحسيس اللي انت محتاجها وشايفة اهو في حد شريك بيقدم بالتاني شيء واكيد انت يطور ده شيكت بيقدمك الحاجة اللي انت كنت مفتقدها يعني لو هي كانت مشكلة فلوس وهو بخلان عليك بفلوس فهيبتدي يديك لان ربنا فتح عليه يعني الحمد الله بقى لي باب رزق جديد فهيبتدي يعوضك بصوا رايين ورا بعض اهو اهو ده باب رزق جديد هنا بيبتدي يديك حاجات ويعوضك عن الوقت اللي فاته نفس الحكاية بالنسبة للمشي عارف اه وشايفة قدامي انتو هتبتدي ترسموا هدف ترخوله الموضوع ده حي اه حيبتدي يخلق قدامكم هذا ان انتو تسعولوا وانتو ترخولوا اه اراية برضو حلوة جدا 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 طيب بالنسبة معلش عايزة ارد بس على اه اه وعايد انا برد على نس ونس والله انا برد في الوقت اللي بين القراءة والقراءة التانية لان ماينفعش ارد على عشان معطعهاش مفيش حد احسن من حد كلكم حبيبي وكلكم نورين اه لو ما جاوبتش على سؤالك ارجوك قرره تاني التور عايز ايه شايف العلاقة بتورقص مش مستقرة عايز استقرار اكتر اه اما ان هو في الحالة المادية عنده مش كويسة ونفسه الحالة المادية تكون احسن يشروكه يقدله اه يستعدوا ماديا اكتر او يدعموا ماديا اكتر او حتى ممكن يكون اه زي ما قلنا معنويا والمشاعر والحاجات دي شايف شريكه ازاي زي ما قلت انا اخطيكه شريكه اه في ناس بتأسر عليه هي اللي بتتكلم بداني استعملين قصدي يعني هو بيسمع وبينفذ اختبقى وحشة اوي فيها عصفة انت داخلين زي عصفة القلب معصور عصر عصر وحشة يعني انت صعبان عليك نفسك في المرحلة شريكك ما تفهمش بقى عايز يبين انه هو المضحي انه هو انا غربان انا بعمل كل اللي اقدر عليه اه وشمعة تحترك من قبل الاخرين يمكن يكون ده بالفعل على فكرة انا ما بتريقش ممكن يكون ده فعلا منه دي استطاعته ومش قادي بديلك اكتر من كده مش بخل منه بس ها دي مقدرته تهمين قصدي ايه برضو عشان الماضي ما يتهمش غلط اه نفسه العلاقة تكون فيها اكسر توازن وفي نفس الوقت برضو انا زحبت كارت الزيادة عايز يهرب من المواجهة مش عايز يتواجه لانه ما عندوش حاجة يعمله